السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم مستر حسام الصياد أهلا بكم في قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة إزايكم يا أصحابي النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الجزء الثالث أو الدرس الثالث من حل الماس جورنل أو الجزء الخاص بالماس في كتاب ديسكوفر اكتشف منهك ليجي تو وقبل ما نبتدي في الشرح أتمنى أنك تكون شركة الدرس اللي فات مع أصحابك لشان يقدروا يطابعوا معانا الشرح الجديد وكلنا نستفيد مع بعض وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم وكشكول لشان نحل فيه التمرينات مع بعض مرة تانية ونكتب ملاحظتنا ونكتب كمان الكلمات الجديدة ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم زي ما احنا شايفين قدامنا دي بيج نومبر 11 أو صفحة رقم 11 والديريكشنز بتاعتها بتقول اكتب رقم 1 و2 يعني اكتب رقم 1 و2 في الأسفل هنا في الصفحة 5 times يعني 5 مرات circle the number that you wrote the best يعني حط دائرة حوالين الرقم اللي انت كتبته بأحسن شكل ممكن circle يعني ضع دائرة the number الرقم that you wrote اللي انت كتبته wrote المودي بتاع write اللي انت كتبته the best الأفضل the best الأفضل لسه بدربنا على كتابة الأرقام هنكتب رقم 1 و2 خمس مرات وأحسن رقم فيهم انت كتبته بشكل جميل هتحط حوالي دائرة وبكده نكون انهينا page 11 ونتنقل البيج اللي بعد كده ونصل لبيج 12 او صفحة 12 الـ directions بتاعتها بتقول write the number 3 اكتب رقم 3 and 4 و 4 5 times خمس مرات بلو بالأسفل ارسم وجهين 2 faces يعني وجهين ودروه زي ما احنا عارفين يعني ارسم فهنكتب رقم 3 and رقم 4 3 و 4 خمس مرات علشان نتدرب على كتابتهم زي ما احنا متعودين وهنرسم جنبهم وجهين اي وجهين يجو في خيالك ممكن صورة ليك صورة الاخوك صورة البابا صورة الماما اي وجهين هترسمهم جنب الارقام اللي انت كتبتها وبكده نكون حلينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده ونوصل لبيج 13 والديريكشنز بتاعتها بتقول write numbers 1 to 5 below اكتب من رقم 1 لرقم 5 below بالأسفل fill out the 5 frame with 5 dots وهنا هو بيكلمك اول مرة عن حاجة اسمها 5 frame 5 frame ده اللي هو زي ما احنا شايفين بيبقى برواز متقسم لخمس خنات جنب بعض ده اسمه 5 frame كل خانة فيهم بيبقى فيها dot واحدة نقطة واحدة فانت هنا بيقولك fill out يعني املأ the 5 frame الشكل الخماسي او البرواز الخماسي ده with 5 dots يعني بخمس نقطة dot يعني نقطة و dots يعني نقطة من رقم 1 لرقم 5 1 2 3 4 5 وهنرسم 5 frame زي ما احنا شايفين ونحط فيه 5 dots زي ما احنا شايفين والكلمات الجديدة هنا write يعني اكتب numbers يعني ارقام fill out يعني املأ 5 frame الشكل الخماسي with 5 dots dots يعني نقاط والمفرد بتاعها dot من غير ال sd معناها نقطة وبكده نكون حلينا page 13 ونتنقل ال page اللي بعد كده ونوصل ل page 14 او صفحة 14 والdirections بتاعتها بتقول draw 2 trees ارسم شجرتين 2 trees draw 4 trees ارسم 4 شجرات count the number of trees عد count يعني عد the number of trees عدد الشجرات اللي انت رسمتها انت هترسم 2 في الاول وبعدين هترسم 4 وبعدين تعدهم شوف العدد اللي هتطلع كام وبعدين بيقولك هنا write 6 on the page وكتب رقم 6 على الصفحة هنا جنب الشجرات اللي انت رسمتها رسمتها يبقى draw ارسم 2 trees شجرتين draw 4 more trees more يعني اكثر ارسم 4 شجرات كمان count يعني عد ودي كلمة جديدة لازم نحفظها the number of trees عدد الشجرات write 6 اكتب رقم 6 on the page في الصفحة ونتنقل ال page اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل ل page 15 او صفحة 15 وقبل ما نشرح اخر جزء احب افكرك واقولك ما تنساش تشترك في القناة واتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونذاكر مع بعض اول باول وما ننساش نقول اسماء اصحابنا الشاطرين اللي موجودة في لحظة الشرف اللي عرفت عن طريق التعليقات انه هم شاطرين وبيذاكروا وبابا وماما مبسوتين منهم وامتابعين معانا كل شرح اول باول والاسماء هي ياسين او ياسين احمد عمر او عمر محمد يوسف او يوسف جمال لوجي جانا او جانا عمر عبد الملك شمس احمد ساندي وبشرة عبد الله وعبد الرحمن كلكم شاطرين وكلكم حلوين انتم المستقبل ربنا يحفظكم ودايما ان شاء الله تكونوا في احسن حال وزي ما احنا شايفين الـ الـ عمل عمل وغير عمل وبعدين 5 سنكتبهم بالترتيب وبعدين يقول لك draw يعني ارسم 5 fish 5 سمكات draw 1 more fish وعرفنا مور في الصفحة اللي فاتت معناها أكثر سترسم سمكة أكثر سمكة زيادة count نكتب number 1 2 3 4 5 بالترتيب هنا وهنرسم بعد كده 5 fish يعني 5 سمكات وبعدين هنرسم 1 more fish سمكة ثاني كمان وبعدين هن count it وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معها شرح درس النهاردة وفي الختام اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهاردة لو اعجبك الفيديو اعمل لايك والاهم انك تشارك المعلومة وتعمل share وتشارك الفيديو لاصحابك حتى لو في الفيسبوك او الواتساب وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة